من المعلوم أن مشتقة أي دالة تساوي نهاية fx زايداً h ناقصاً fx على h عندما h تأولي للصفر طيب خلن ناخد عندنا دالة تمام خلن ناخد دالة معروفة أو مشهورة ونحاول نحن نحسب خلن ناخد دالة معروفة ومشهورة اللي هي fx يساوي x تربيع ونحاول نحن نوجد قانون يحسب مشتقة ليس عند نقطة محددة إننا ما عند أي نقطة عند أي نقطة على فرض أن عندنا هذا ال-x تمام وهذه اللي يعافيكم هتكون اللي هي دلتة x طبعاً لو جيت أنا بغي أحسب هذه x وهذه عندنا مسافة h هذه هتكون طبعاً اللي هي x زائداً h تمام بحظ معي إلين هنا هنا هتكون عندنا القاطع هنكون القاطع لبدال له في نقطتين النقطة الأولى X سهب X والY حقها هتكون F of X النقطة الثانية X سهب X زائد H والY حقها هتكون F X زائد H كيف نحسب الآن اللي هو مشتقة الدالة هنحسب الآن نفس الشيء لكن هتفرق معنا شوي أنه عندنا قيمة الدالة فالمشتقة للدالة يساوي نهاية عندما H تولي للصفر ل F X زائد H ناقص F of X صح أني أنا ما غير شيء لكن أنا الآن أتعامل مع دالة جديدة على H هذا الكلام يساوي F X زائد H X تربيع صح إذن X زائد H الكل تربيع إذن هيكون عندنا نهاية عندما H هذه بتبقى معنا كثير هذه نهاية H عندما تولي للصفر هتكون لاحظ X زائد H الكل تربيع ناقص ناقص F of X X X تربيع مباشرة على H هنبسط ونحذف ونختصر ونشوف إش اللي تبقى عندنا ونحذف ونختصر إذن X هيتبقى عندنا في النهاية هذه المت 2H زائد H تربيع قسم على H صارت 2 وX بس هنا يعني 2X زائد H تربيع قسم على H يبقى عندنا H وعندما تأخذ النهاية عندما اشتغل الصفر يعني هذا راحة الله يصر عليها يبقى عندنا بس إيش 2X إيش المقصود بهذه 2X 2X معناها أنك إدارة أن تحسب ميل المماس لأي نقطة على منحنة دالة فإنك باستطاعتك أن تطبق هذا القانون ومباشرة يعطيك الميل مثال على ذلك أنا أبغى ميل المماس عند مثلا العدد 2 ميل المماس عند العدد مثلا كم 2 كم يترى يساوي طيب بإمكاننا الآن بعد أن حصلنا ل2X أن نحسب ميل الدالة ميل المماس للدالة عند أي نقطة بإمكاننا أن نحسب ميل المماس للدالة عند أي نقطة فمثلا إذا أردت أن أحسب ميل المماس للدالة عند الاثنين مباشرة نطبق هنا 2X يعني سير 2 في 2 ويطلع الناتج بأربعة إذن ميل الآن لو كانت هذه مثلا هنا هنا صفير صحيح ولا لا هنا واحد هنا مثلا هذه الاثنين كويس إذن هذا الآن الميل ميل هذا المماس كم يساوي يساوي أربعة طيب خلنا أخذ شيء أكبر شوي نشوف هل فعلا يتغير الميل أم لا خذ مثلا ميل المماس للدالة عند السبعة كم يطلع سبعة اثنين مضروف في سبعة ويساوي أربعة عشر يعني الآن لو مثلا هنا كان عندنا اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة مفترض من هذه السبعة لاحظ معاي إيش إذن يصار الميل أيضا زاد الميل طيب يا ترى ميل أو مشتقة الدالة عند الصفر تقع كم يساوي فين الصفر هذه هي المماس هنا لاحظ معاي هو نفس محور الأكس اللي ميل كميسال صفر لو جينا طبقنا القانون حقنا هنا هيكون اثنين ضرب صفر ويطلع بيش بصفر إذن نعم فعلا طلع نفس الميل لذلك الآن أستطيع أن أقول أن مشتقة الدالة F اللي X تربيع يساوي اثنين X شكرا شكرا